أكيد راح نحكو على القروض للحرفيين دعماً للصناعات التقليدية والحرف الناس اللي راي تشوفينا اليوم اللي عندها حرفة اللي عندها موهبة تحبب تطورها وتدخل فيه أولاً تصنفها ضمن الحرف اليدوية بداية كيفاش يكونوا الإجراءات من أجل الالتحاق بكم كمؤسسة؟ والله فيما يخص تمويل أصغر حرفة هذا ليراب الشهر قبل ما نوصل إلى التمويل نروح نقطة بنقطة نعرف الناس ولا نفتح الباب للمجال للناس باش جي تلتحق بكم ومبعد نمولوهم نشيبوا المشاريع ومبعد نتمولوها أكيد هو أولاً يعني المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف راي تنشط في الميدان منذ 2017 يعني منظمة تناكل للحرفيين والحرفيات يعني أصحاب المؤسسات يعرفوها يعني وراه لها صداف عدد كبير من الولايات الحمد لله بحكم المرافقة والنشاطات التعنى الميدانية خاصة للسادة والسيدات رؤساء المكاتب الولايات التعنى اللي رانا ينشطوا يعني عبر كل الولايات أو خاصة بعد المؤتمر الثاني اللي كان في فيذري الماضي وين وسعنا النشاط التعنى والحضور التعنى في البلديات خاصة في الأول ما كانت عددنا بلديات ذلك رانا نصبه في مكاتب بلديات وين يكون عددنا حضور وتوسع جغرافي عبر كامل التراب الوطني لأنه ما يخفاش عليك أنه كانت عددنا 48 ولايات رجعت عددنا 58 ولايات كان لازم إعادة برمجة وتوسيع خاصة انتخذنا الفرصة أنه يكون عددنا توسع عبر البلديات حتى يكون لنا احتكاك مباشر مع الحرفيين والحرفيات وأصحاب المؤسسات وحاملين مشاريع من الشباب الجزائري لأنه في المنظمة ما واشرح يكون غير المؤسسة الكبيرة فقط عددنا المؤسسات الكبيرة والفلاحين والحرفيين وصناعة التقليدية وعدنا الطلب الجامعيين وطلب التكوين المهني حاملين مشاريع ليقدروا يكونوا في المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرفي جميل يلا واشنو هي الشروط اللي لازم تكون في الإنسان باش يجيكم ويجيب المشروط الشروط هو الشرط الأول لعدنا هو يكون عنده تكوين أو سجيل تجاري أو بطاقة حرفي أو بطاقة فلاح أما بما يخص الطلبة خريجية أو الطلبة اللي مازالوا يقرأوا في الجامعات يعني يجيبنا شهادة اللي يدرس في الجامعة أو التكوين المهني وهو مقبول في المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرفي جميل يلا نرجع إلى أهم نقطة لازم نترقلها في هذا الموضوع وهو القروض اللي تقدموها للحرفيين والمؤسسات الصغيرة للصناعة التقليدية والحرف عندكم نوعين من التموين عندكم تموين حرفتي وتموين مؤسسات صغيرة يلا نروح نفصل في كل وحدة فيهم شوف فيما يخص تموينات هذه أصغر حرفتي كانت بالشاركة مع مصرف السلام لهو مشكور يعني حتى هو مشكور على هذه المبادرة طيبة لأنه أعطنا أهمية احنا كمنظمة أولا وعطى أهمية للاقتصاد الوطني لأنه هذه المؤسسات احنا نقول الحرفة هي مؤسسة صغيرة لأنه يعني النواة الحقيقية تاع صناعة وتنمية الاقتصاد الوطني أو التحقيق الاكتفاء الذاتي هما الحرف والمؤسسات الصغيرة صح المنتشرة في القرى والمداشر تموين حرفتي هذا فيه شقين الشق الأول هو تموين يعني الصناعات البيتية كما نقول احنا المواهب البيتية الحرف التي تنجز في البيت لا تستهد يعني لا ما تحتاجش ما تحتاجش محل أو ورشة أو لا هذه يعني أي ماكثة في البيت خاصة نحن نعطو أهمية قصوى للمطلقات والأرامل الذين يعيلون عائلات ودرجة ثانية جي الماكثة في البيت من بنات إخواتنا يعني اللي حاملين مواهب احنا حاجة اللولة نديروها لهم كمنظمة أننا نأهلوهم نكونوهم لأن المرأة الجزائرية كلهم حاملة مواهب لأنهم يخدموا الطهي في الدار هما الخياطة هما الصناعات الجلدية حتى تربية الحيوانية تربية المواشي تربية المواشي تربية الحيوانية نحن في المناطق الريفية المرأة هي لتتقوم بهم لذا احنا ارتأينا يعني الأوينة الأخيرة تقلنا حتى تربية الحيوانية في هذا التموين القرض الحيرفاتي ولكن يجي في الجزئية الثانية لمؤسسة صغيرة أما فيما يخص الماكثة بالبيت يستطيعوا أنهم يستفادوا من هذا التموين اللي راح يكون الغطاء المالي تاع ويوصل حتى الخمسين مليون سنتيم يعني خمسين مليون سنتيم يعني نحن من مدوها أموال ولكن مدوها ماتريال سلاع هذه ماتريال آلات خياطة أو خبز تقليدي أو حلويات تجهيزات يعني أو الطبخ يعني نعرف نحن نساء الجزائريات كلهم يمتهينا فنون الطبخ وفنون صناعة الحلويات والخياطة خاصة أننا نرتكز على بعض الحرف اللي هي آيلة للزوال يعني صناعات الجلدية صناعات الأجبان هذو كلهم صناعات نقدرون خدمهم في البيت أمهاتنا وأخواتنا يخدمون في البيت وما يحتاجوا شيء في رضافار كبير يعني يحتاجوا 40 مليون سنتيم أو 20 مليون سنتيم وإحنا السنف الثاني فقط سمح لنقاطعك فقط في هذه النقطة لازم تكون هي مزاولة للمشروع أكيد ولا تكون حاملة لفكرة فقط لا لازم تكون لها موهبة يعني تكون مارسة المشروع لأنه كان لجنة مختصة في المنظمة هي تدرس الملفة هذه المستفيدة وديرها تأهيل يعني مستعجل أكسيريلي تكوين أكسيريلي لأنه عدنا كذلك اتفاقية مع وزارة تكوين المهني والغرفة الوطنية للصناعات التقليدية يعني نشوفه إلى كانت هذه المرأة مؤهلة أو لا حتى يكون التموين هذا يروح لأصحابه يعني حتى نضمنه باللي هذه المؤسسات تنجح يعني من بعد احنا نتبعهم في الترويج وترويج السلاء التاحهم احنا الأهمية القسوة التانية هو دعم الاقتصاد الوطني يعني هذه المؤسسات لازم نضمنه باللي هذه الآلات كيف نمدوهم لك نضمنه باللي هذه المؤسسات تخدم يكون في انتاج هذا فيما يخص حرفتي أو قرض حرفتي نرشه إلى الجزء الثاني والنوع الثاني من التموين والتي هو التموين المؤسسات المصغرة النوع الثاني يقدر يستفاده منه كل الفئات حاملي المشاريع يعني شباب أو نساء أو كهول أو يعني كل الفئات العمرية من 19 سنة حتى 70 سنة يقدر يستفاده وصل القرض هذا حتى 150 مليون سنتيم هو عبارة عن إنشاء مؤسسة أو ورشة مصغرة في كل المجالات يعني كل الإختصاصات الشرط الأول أنه يكون عندك شهادة في المجال شهادة أهلك في هذا المجال وثانيا شهادة الأهلية ربما شهادة التأهيل لتأهلك يعني تكوين المهاني أو من الغرفة الوطنية لصناعات التقليدية ولا يكون عندك سيجيل تجاري يعني في هذا المجال وثانيا يعني نديرو لك لو تاست إحنا كمنظمة عندنا لجنة مختصة نديرو لك التاست هذا نشوفوك إليك مؤهل وإلى ماكش مؤهل ماشي عايب يعني نزيدو لك نزيدو لك يعني إعادة لتأهيل يعني إعادة تأهيل يعني خاصة في نيفو تكنولوجي هذا يعني نزيدو نعطولك نطورولك من من الأفكار التاك يعني رح تكون مرافقة بكل معهل الكلمة ونديرو لك يعني إحنا حاضنة أعمال رح نكون بالنسبة لهذه المستفيدين كحاضنة كحاضنة أعمال يعني نكونوهم ونرافقوهم حتى ينجح لأنه إحنا مصري في السلام موش فتح فتح حتى الشركاء الأخرين نحن نديرو معهم الأسابيع القادمة من البنوك موش فتحينا يعني رأسمال كبير عدنا رأسمال محدد ماذا بينا إحنا تستغلوه في بار وترد هذوك الأموال حتى تستفد فئة أخرى من هذه الأموال ويكون عدنا توسع جغرافي كبير ثانيا دخلنا تربية الحيوانية في تربية المواشية وتربية الأبقار ودخلنا ثاني إخصائية جديدة هذه دخلنا القوارب الصيد البحري لحاملين المشاريع في مجال الصيد البحري وتربية المائيات التي لا تتجاوز القيمة المالية تحامية خمسين مليون سنتين جميل يعني رأكم فتحت المجال ووسعت المجال فيما يخص الملفات يعني كالي يقول لك الملف كبير وتمويل وملف الملف هو عبارة عن ستة وثائق يعني يقدر أي مستفادي يجمع ذلك الوثائق في ظرف 24 ساعة والملف يدرس على مستوى المكتب الوطني للمنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف في 24 ساعة كنت تقبل الملف الروح للخطوة الثانية يلا أعطينا الوثائق وشنو هي باشاك الوثائق هي عبارة عن شهادة ملف إداري عادي شهادة ميلاد ونسخة بطاقة التاريف الوطني ونسخة من سجل التجاري أين يولى بطاقة الحيلة أو شهادة تكوين المياني فيما يخص القرض تمويل تمويل 850 مليون وكين استمارة تملأ عندنا كف المنظمة وعندنا تقرير تزيارة ميدانية نحن نديره نزوره المحل هذا ونحرره محظر معينة والملف يجمع يروح للمصر في السلام يدرس في خلال سبع أيام فقط كأقصى حد يستفاد المستفاد نذكر فقط المشاهدين الأكارم أنه مش شرط يتنقلوا إلى الولاية عدنا إمكانيات عدنا موقع موقع إلكتروني يقدروا يسجلوا فيه عدنا استمارة إلكترونية يقدروا يسجلوا فيها برك أي إنسان يحب يستفاد رانا ديرين أرقام خاصة للاتصال موجودة نذكرهم بلا البريد عدنا الصفحة الرسمية التاناهية المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف راح يلقى فيها الموقع الإلكتروني التانى ويلقى فيها كل الخاصية فيما يخص هذا البرنامج تتموين حلفاتي أو يدخل الموقع الرسمي مصرف السلام كذلك يلقى كل الخاصيات حتى أرقام الهاتف التانى والإيميل التانى يلا جميل نروح إلى نقطة مهمة لازم نترقلها وهو عدد المشاريع إلى غاية اليوم شحل من مشاريع جاءكم وشحل من مشاريع تم قبوله والله هي احنا بديناها بمناسبة أول نوفمبر الماضي فقط أولا كان عدنا يعني واحد العراقيل يعني في دراسة الملفات عدنا احنا يعني من جئتنا احنا ولكن صحنا ذاك الموضوع عدنا نذرك في ظرف شهر من 15 نوفمبر ليومنا هذا استقبلنا أكثر من 250 ملف يعني ولكن الملفات احنا قبل ما نستقبلهم يعني نعطيك الملف ونقولك أسكو يقبل ولا يقبل يعني قبل ما تجهي ولا الديبلاسي وتتنقل من ولاية أخرى إلى الجزائر العاصمة يعني نعطيك الملف التعاكي لك المقبول ولا موش مقبول ومن بعد نروح لدراسة المشروع كي اللي في دراسة المشروع إلا كان المحل لا يستوفي شروط القانونية الأمنية أو الصحية أكيد يرفض أو يكون يعني في الانتظار إلى غاية تصحيح يعني هذه مش من خلعوش الناس موخلوش يرفض أكيد ينحي لريزيرف لا الملف احنا كنت تتصل بنا ونقولك الملف التعاكي مقبول أو غير مقبول ولا نقولك هوا شيء خاصة إذا كان الملف قبل يعني نروح للخطوة الثانية هي يعني الزيارة الميدانية اللي راح احنا كمنظمة نشوفوا بلقوا على السلبيات وإنما يعرفوا مش المستفاد احنا نعطيه ذو السلبيات كي سحح هذوك السلبيات عاود يجي عندنا الملف يروح مباشرة للبنك لحد الساعة من بين 260 ملف استفادوا أكثر من 20 واحد شكرا لك سيدة مصطفى روبايا بشمان غلط رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف على قبول دعوة البرنامج وشكرا على فتح هذا الموضوع معنا شكرا لكم وبرك الله فيكم وانتمنكم حتى أنتم لكل حرفيين النجاح إن شاء الله شكرا لك